أزيد من عشرين عرضاً مصرحياً في دورة هي الخامسة تستمر إلى الحادي عشر من شتنبه يونس رفيق في أجواء احتفالية كان حفل الافتتاح بمصرح بن مسيك الجديد بالدار البيضاء لوحات فنية تراثية وكوريغرافية واحتفاء بمصار إبداعي للفنانة فاطمة بوشان تكريماً لعطائها في المصرح والتلفزيون والسينيما ليه الشرف كبير من يتكرمت في هذه المدينة الكبيرة اللي كان حباً وأعزيز علينا لأنها بدأت فيها عدة الأعمال اللي خطبت فيها تبارك الله ومازال إن شاء الله وليه الشرف كبير كذلك من يتكرمت في هذا الجمهور الكريم دي الضلبة اللي أعزيز علينا ودائماً كان فتخر به وبشركة مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ستتبارى الفرق المشاركة من أجل نيل الجائزة الوطنية للثقافة الأمازيغية سنف المصرح جهة الجنوب يأتي التعاون والتشارك بين المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وهذه الجمعية في نطاق دعم المعهد للجمعيات العاملة في مجال النهوض بالثقافة الأمازيغية وبهذا السادات فهذه السنة تتميز بتنظيم جائزة التقافة الأمازيغية في سنف الفرنون أزيد من عشرين عرضاً مصرحياً ستقدم خلال هذه الدورة التي تمتد إلى الحادي عشر من شتنبر بكلين من الدار البيضاء والستات والجديدة ويحضر ضيفاً معنا في رقنا ظاهرة مدير مهرجان المصرح الأمازيغي هنا بالدار البيضاء السيد خالد بويشو أهلاً بك أهلاً وشكراً على الاستضافة إذن أمزقون يحتفى به في الدار البيضاء في ستاتوش جديدة علش دار البيضاء المصرح الأمازيغي وتجربة مهرجان دار البيضاء المصرح الأمازيغي هي من أولى التجارب التي تأست وما يشرفون كثيراً أن الدورة تندم تحت رعاية الملكية السامية لصاحب جنال الملك محمد السادس نصر الله وبحكم أن مدينة الدار البيضاء هي مدينة أمالية مدينة قبرى تعتبر من أكبر المدن التي تضب الأمازيغ وشكري الجمهور سيأتي لمصرح الأمازيغي هناك جمهور بحكم أن فضاء تنفق لإبداع الفرقانة أو الجمعية المنظمة للمهرجان أنها تأسست في 1997 في مدينة الدار البيضاء وهناك فرق مصرحية أخرى أمازيغية تمارس في مدينة الدار البيضاء وتحدى بدعم وزار التقافة في إطار دعمها للأعمال المصرحية وهناك جمهور ضواق لهذا المصرح هناك جمهور ضواق للمسرح الأمازيغي للأمزقون إذا كان مهرجان الدار البيضاء للمسرح الأمازيغي هو موعد ينضاف إلى مواعيد أخرى تحتفي بالثقافة الأمازيغية وبالمسرح الأمازيغي هل هذه المواعيد في اعتقادكم كافية لإبراز خصوصية المسرح الأمازيغي؟ هي حقيقة أن مواعيد غير كافية بحكم أن يجب تعميم هذه الممارسة المصرحية أو التدهورات على كل تراب الوطني نحن نعلم أن هناك لسان أهل السوس هناك لسان أهل الأطلس لسان أهل الريف ومن المحاسر أن هناك جائزة للثقافة الأمازيغية جائزة وطنية للثقافة الأمازيغية التي يمنحها المحادي المالكي للثقافة الأمازيغية والتي تمنح لي الأفضل الأعمال وقيمة هو 50 ألف درهم للعمل وهي قيمة تشجع على الولوج إلى باب أبي الفنون بلسان أمازيغي اليوم عدد الفرق المسرحية الأمازيغية كيف يمكن أن تشغل على مدار السنة لأنه لا يخصر كل مسرح مناسباتي فقط في موعد أو مرة في السنة هل تتوجه هذه الفرق إلى المناطق وتقريب المسرح من الجمهور قاعدة جماهيرها نعم بالنسبة للممارسة المسرحية الأمازيغية الفرق ديالها أنها تقدم فرجات متنوعة متواجدة في الريف وفي الأطلس وفي السوس لدينا فرق مسرحية كبيرة نعم هناك فرق مسرحية كبرى والتي لا تشتغل فقط في المغرب مثلا بالنسبة لنا في مسرح تافوكس مؤخرا قبل فترة العيد للأضحال الفارق كنا في جولة في الخارج لفائدة الجالية المغربية المقيمة بالخارج بدعم من وزارة الخارجية المغربية المشكورة على هذا الإطار والجولة التي استمرت لخمسة أسابيع فالخمسة أسابيع ماذا لمستم؟ لمسنا تعطش كبير للمصرح النطق الأمازيغية وللقاء الفنانين بحكم أن هناك عدد كبير من الجالية من أدوي أصول أمازيغية وكذلك هناك عدد كبير من أصول أمازيغية وغير ناطقين بها من قاتلين الضربضاء وبالتالي نعود إلى هذا المهرجان الذي لا يقدم فقط أعمال أمازيغية هذا العروض ليس عرب ليسان أمازيغية